هاي زقف معاكم قبل ما خشف اخبار الاهلي النهاردة وحاول ارد على جزء من تساؤلاتكم سواء المتعلقة بالمركاتو وانا عندي كلام كتير جدا جدا النهاردة عن الموسم اللي جاي لانه في جميع الاحوال شوفوا لو احنا بنتكلم عن مصلحة الكرة المصرية لازم تعرف انه 20-25 سنة فاصلة حاسمة في مشوار الكرة المصرية سنة في غاية الاهمية لو انت بكلم هنا مش بكلم بس عن نادي الاهلي انا بكلم هنا على التحاد كورة على وزارة الشباب والرياضة على ربطة اندية على الاندية كلها لازم نفكر ازاي هنعدي من المطب الصعب ده وهجيلكم في المطب ده بس خلينا روح لواحد من الحاجات اللي تهم جمهين نادي الاهلي جدا الاول وهي الاندية اللي هتشارك في كاس العالم للاندية بشكلها الجديد طبعا حضرتكم عارفين انه الفيفا قرروا ليعمل كاس العالم للاندية بنسخة مشابهة لكاس العالم للمنتخبات واول نسخة هتتلعب ان شاء الله في امريكا في الولايات المتحدة الامريكية السنة اللي جاية هتصدي في البطولة 32 نادي 32 فريق من مختلف انحاء العالم منهم اللي تأهلوا للمشاركة في البطولة بصفتهم ابطال القارة سواء بنتكلم على قارة اوروبا قارة زي ما حضراتكم شايفين كده تجد تحرك بس شوية عندنا طبعا اوراوة ردز بطل دول الخمسة وشهر فريقين قدام حضراتكم دول الفرق اللي تأهلت كابطال للقارات من اسيا تأهل اوراوة ردز اللي الاهلي قابله في نسخة الاخيرة من كاس العالم الاندية وادر ان هو يكسبه في ميداليا البرونزية ثم الهلال ايضا الهلال قابله في نسخة سابعة من كاس العالم وادر الاهلي يكسبه وايضا حقق على حسابه ميداليا برونزية العين الاماراتي وهو حامل لقب بطولة اسيا السندي وفيه كلام يتم تدوله في الاروقة حاليا انه بعيدا عن الانتركونتيننتل والاهلي يلعبوا في الانتركونتيننتل كده كده دي مواجهة منتظرة واكيدة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله في حالة تخطي العين لأوكلند او الاهلي لأوكلند هيكون في مواجهة بتجمع الفرقتين في بطولة الانتركونتيننتل لكن هيتواجهوا مرة تانية وارد جدا حسب القرعة في بطولة كاس العالم الاندية اللي حضراتكم بتشوفوا الفرق اللي هيشاركوا فيها وفيه كلام كمان عن عودة ده مش استحداث عودة البطولة الافروأسيوية من جديد بطل دوري أبطال أسيا في مواجهة بطل دوري أبطال إفريقيا وفي الحالة دي ممكن تكون في مواجهة تالتة محتملة بين الأهلي والعين نرجع تاني لعندها المشاركة عندنا الأهلي طبعا بطل أبطال قارة إفريقيا والوداد أيضا من إفريقيا مونتري المكسيكي باتشوكا المكسيكي أبطال كونكاكاف كلاب ليون أيضا المكسيكي بطل كونكاكاف عندنا سياتل ساوندلز الوقت المتحدة الأمريكية بطل كونكاكاف وبالمناسبة مونتري المكسيكي وسياتل ساوندلز الأمريكي لتنين واجههم الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية ولتنين تفوق عليهم الأهلي في مباراتين لا يونس وخصوصا مونتري لو ترجعوا بالزاكرة معي الورا شوية مونتري دي كانت أول مباراة للأهلي في بطولة كاس العالم في الوقت اللي كانت بتتلاع فيه أمم إفريقيا وراحت بعثة النادي الأهلي ينقصها الدوليين ورغم كده قدر النادي الأهلي يقدم مباراة كبيرة جدا هدف محمد هاني طبعا الشهير اللي تقلق في البطولة دي وقدر الأهلي يكسب فيه مونتري نرجع لقوائم الأبطال مرة تانية عندنا فلمينجو البرازيلي بطل الليبرتادوريس أو الكومينبول عندنا أيضا فلمينينزي البرازيلي وعندنا بالميراس البرازيلي وأيضا بالميراس الأهلي كان الأهلي الحقيقة ممكن يحقق فوس في المتناول جدا فلمينجو طبعا قصة مصطفى وربالو القرارات اللي قلبت أحداث المباراة وبالميراس حق الأهلي على حسابه ميداليا برونزية ثم من أوروبا عندنا تشيلسي بطل دوري أبطال ثم منشستر سيتي بطل دوري أبطال وريال مدريد بطل النسخة الأخير طيب دول الفرق اللي تأهلوا كأبطال للقرارات 15 فريق أمام حضراتكم هيشاركوا في بطولة كاس العالم للأندي طيب الخمسة وشر فريق تانيين اللي هنستعرضهم بحضراتكم دولي أبطال دول ما تأهلوش كأبطال ولكنهم تأهلوا كتصنيف قري حضراتكم عارفين أن كل قرارة عندها تصنيف لانديها تبقى لا عدد من النقاط بيحسب على حسب مشاركتهم في البطولات القرية وبالتالي عندنا أولسن من كوريا بيشارك حسب تصنيف القري في قرية أسيا عندنا ماماليدي سانداونز صبعا آخر بطولة حصل عليها ماماليدي سانداونز كانت سنة 2016 على حساب الزمالك المصري يعني مش من الأندية الأبطال على مدار ثمان سنين فاتوا لكن رصيده من النقاط تبقى لمشاركات ووصوله لأدوار متقدمة في البطولة سامح ليه رصيد ده من النقاط أنه يشارك في بطولة كاس العالم الأندية هكذا أيضا الترجي ثم عندنا من أمريكا الجنوبية من الأرجنتين تحديدا ريفر بريت عندنا أوكلين سيتي طبعا من أوكيانوسيا عندنا أفسي سالسبرج من النمسا عندنا باريس سان جرمان من فرنسا عندنا بروسيا دورتموند وصيف النسخة الأخيرة لدوري الأبطال من ألمانيا وبار ميونيك طبعا ثم الإنتر الإيطالي ثم اليوفي الإيطالي ثم أفسي بورتو البرتغالي ثم بنفكا البرتغالي وأيضا أتليتكو مادريد من أسبانيا كده نحن أمام 30 فريد ضمنوا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كاس العالم الأندية اللي هتصادفها الولايات المتحدة الأمريكية عشرين خمسة وعشرين ويتبقى مقعدين هيبقوا لصالح النسخة الحالية من بطولة أمريكا الجنوبية الكوبا ليبرتادوريس اللي هيتم حسمها طبعا بتلعب مبارياتها وهيتم حسمها في شهر نوفمبر المقبل هيتحدد على أساسها آخر فرقتين هيشاركوا في أول كاس عالم بشكلها الجديد توزيع المقعد زي ما حضراتكم شايفين التحدي الدولي أقر زي كاس العالم بالزبط يعني إحنا مثلا هنا في كاس عالم منتخبات عندنا السنة دي طبعا عشان 48 فريق بيلعبوا فعندنا 10 مقعد أو 9 مقعد ونصف لمنتخبات إفريقيا في النفس الصورة اللي حضراتكم شايفينها هي توزيع الفيفا للمقاعد لكل قارة للفرق اللي هتتأهل المشاركة في كاس العالم عندنا الاتحاد الأسيوي أربع مقاعد الاتحاد الأفريقي أربع مقاعد الكونكا كاف اللي هي أمريكا الشمالية مكسيك أولادة المتحدة كندا ومعهم مجموعة دول صغيرة وجزء صغيرة كده ده اسم الاتحاد الكونكا كاف أربع مقاعد أيضا ثم أمريكا اللاتينية ست مقاعد ثم أوكيانوسيا مقعد وحيد ثم ليوافة طبعا الأوروبا نصيب الأسد طبعا 12 فريق ثم البلد المضيف هيكون لي مقعد وحيد وطبعا في الحالة دي هيكون بطة الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة القادمة دي توزيعة كاس العالم الأندان من هنا أخدكم حقيقة